أبد الله زوران تتوقع أنه أخذوا رأيه في عملية الصفقات الأجنبية خاصة أنه في صفقتين قبل لا يتم الإعلان عن إنهاء عقد خسوس أنا أتوقع أنهم ما أخذوا رأيه في هذا الحالة وش بيصير؟ والله يشوف أنت تتكلم عن فترة حرجة حتى إعلان التعاقد قبل وقت قصير جدا من إغلاق الفترة الشتوية أربع أيام باقي أنا أحس أنها خروج من مأزق خطر أن زوران يدخل لأنها المعروف بأنها لها تجارب غير جيدة في السمس جاء بلاعبين يعني يستفاد من وراهم فهذا في فترات سابقة يعني هم اللاعب الكرواتي اللي كان جناح أيمن في النصر الظاهر بس كلمة قديم ستهم ما تأقلم فالآن الهلال أكثر نادي قاعد يسوي تعاقدات من سوريانو إلى الأسترالي مدافع المدافع الأسترالي مدافع المنتخب الأسترالي الدولي هذا إلى جوفينكو الآن لاعب محلي أتكلم عن الصرف لاعب المحلي هذا عقدة للاحين في ذمة الشباب ما دخل فترة الحرة إلغاء عقد المدرب خصص تكاليف الشرطة الجزائي التعاقد مع مدرب جديد في صرف مالي يعني غير 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 محدود على 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 الهلال صراحة يعني يعني أنا ما أتوقع أنه في نادي بيقدر يصرف زي ما يصرف هالهلال الآن فترة الشتوية قس فترة هذه الفترة الشتوية هذه الآن في تعاقدات في تعاقدات الاتحاد يمكن تحرك لفترة معينة لكن نشوف الهلال يمكن أنا مادي أتكلم عن 11 مليون يورو وهذا الجوفينكو قالوا 7 مليون دولار في نادي لا يأخذ راتبة راتبة في السنة خليه قفل الجزية عشان بروح لنحور ثاني فالصرف هذا يعني يبدو أنه يعني الخزينة الهلالية بتساعد الفريق على أنه يمشي السنة هذه بقوة اليوم عقد الأمير